شارك الشيخ سلمان بن محمد الخليفة رئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني شارك في حلقة نقاشية حول إمكانية رفع الأنظمة والمعايير في مجال الأمن السيبراني والقوانين التنظيمية لحماية البيانات الشخصية والتوقيع الإلكتروني نعم تم ذلك في المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي عقد في الجمهورية الفرنسية بمشاركة العديد من الخبراء في مجال الأمن الرقمي وأكد الشيخ سلمان بن محمد أن القوانين في مملكة البحرين اليوم تأخذ دورا كبيرا من الأفكار والمبادئ للتحول الرقمي حيث تم إنجاز الضوابط والقوانين الخاصة في هذا المجال للتناسب مع طبيعة العمل المعتمدة في المملكة تماشيا مع المعايير الأوروبية خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الألكترونية وحماية البيانات الشخصية والتوقيع الألكتروني مشيدا في ذات الوقت بالقوانين الأوروبية الشاملة في هذا المجال والتي كان لها دور كبير في حماية المواطن الأوروبي في انتقاله للمعاملات الألكترونية والتركيز على الاقتصاد الرقمي